اشتركوا في القناة يبدو منه اي رد فعل بشري هكذا مجرد تمثال واقف يرتدي زيان احمر ويغطي رأسه بشعر كثيف غريب مجرب الاسرة الفاخرة هذه الوظيفة مرهقة للغاية كما يبدو من اسمها الذي يعمل بهذه الوظيفة عليه ان يستلقي على الفراش الفاخر والوثير الذي تصنعه شركة سيمون هورن البريطانية المتخصص في صناعة الاساس خصوصا الاسرة الفاخرة هذه الوظيفة حصلت عليها طالبة بريطانية تدعى روزين ماديكان من مدينة بيرمنغهام وكان المطلوب منها هو ان تستلقي على الاسرة الفاخرة التي تصنعها الشركة بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء دوام العمل ثمان ساعات لكن الجميل في هذا ان الفتاة كانت تتقضى الف يورو شهريا نظير هذه الوظيفة منظف المجاري صاحب هذه الوظيفة راميش ساهو يعمل في الصرف الصحي في بلدية كاركوتا ومطلوب منه ان يقوم بتنظيف بالوعات المدينة بنفسه صاحبنا هذا يقوم بالغطس داخل بالوعات المدينة بعمق سبعة اقدام وتكون مملؤة بالفضلات طبعا الرجل البطل يقوم بحمل الفضلات بيديه العريتين ليعطيه لزميل اخر له الذي يقوم بدوره بجمعها في وعاء كبير لاخراجها خارج البالوع الأجر الذي يتقاضاه شاغل هذه الوظيفة في الهند مئة دولار شهريا ذواق الحلوى وظيفة اخرى متميزة وشاقة تجلس على مكتب انيق ويضع امامك اصناف من الحلويات من كل شكل ولون المطلوب منك ان تأكلها وتتذوق طعمها طوال اليوم ثم تكتب تقريرا هاما عن رأيك في طعم كافة هذه الحلويات وايها افضل من وجهة نظرك ثم تنصرف مطاردة القرود لم يخلق بعد ذلك القرد المهذب الذي يحترم نفسه ويحترم حديقة الحيوان التي نشأ فيها لذلك وفي انتظار ان يخلق هذا القرد النموذجي قررت ادارة حدائق حيوانات سفاري بتعيين موظف بدوام كامل اي ثمان ساعات وظيفته ان يقوم بمطاردة القرود التي تقفز على سيارات السائحين وتتعلق بها بهدف الفرار من هذه الحديقة الكائبة على ما يبدو مجرب العاب الفيديو ربما يبدو من هذه الوظيفة انها ممتعة وسهلة الا انها فعلا تحتاج الى شروط صعبة هذه المرة فحتى يتم قبول المتقدم في وظيفة مجرب لعبة World of Warcrafts مثلا عليه ان يجمع مئتي قطع من الذهب في الساعة الواحدة وان يصل الى المرحلة الثمانين خلال اسبوعين فقط سعيد الحظ الذي يتم قبوله في هذه الوظيفة يعمل يوميا لمدة اربع ساعات من خلال الجلوس واللعب المستمر لهذه الألعاب وفي حالة اكتشافه لأي أخطاء أو أي أمور في البرمجة أو الرسومات يرفع تقريره الى الإدارة ويستلم أجره في آخر الشهر نظير خدماته الشاقة جدا هذه الباحث عن البعوض على الرغم من النجاح الذي حققه الباحثون والعلماء في مجال مكافحة الأمراض التي تنقل بواسطة البعوض مثل المالاريا إلا أنه ومن ضمن عملهم دراسة سلوك البعوض أيضا لذلك فقد أوجدت المراكز البحثية المقاومة للبعوض وظيفة الباحث عن البعوض يقوم الباحث من خلال هذه الوظيفة بالبحث عن مناطق مالئة بالبعوض ثم يكشف بهدوء وببساطة عن جزء من بشارته ويترك الفرصة كاملة للبعوض للذغه ومن ثم يقوم بدراسة سلوكه الموظف في هذا المجال يحصل عادة على متوسط ثلاثة آلاف لذغة خلال ثلاث ساعات مجرب الألعاب المائية تخيل أن تكون وظيفتك هي السفر لأماكن الألعاب الطبيعية والإصطناعية في كل مكان حول العالم لتجربة الزحاليق المائية بها المطلوب من شغل هذه الوظيفة هو اختبار سرعة وارتفاع وكمية الماء ومدى المتعة التي سيشعر بها اللاعبون فضلا عن التأكد من أمان هذه الألعاب وخلوها من احتمال التسبب في إصابات خطيرة للعبين وظيفة مصور خرائط جوجل وظيفة أخرى خاصة قامت بإطلاقها هذه المرة عملاق البحث جوجل حيث قامت الشركة بتعيين مجموعة من الموظفين دورهم هو عمل جولات سياحية بالدراجات الهوائية في الأماكن الأثرية الفرنسية بهدف تصوير هذه الأماكن ووضعها على خرائط جوجل مابس الدراجات التي يركبها الموظفون مزودة بتسع كاميرات دقيقة وجهاز لتحديد المواقع GPS فضلا عن جهاز كومبيوتر وأخيرا إليك الوظيفة التي حتما حتما لن تقبلها مختبر فعالية مزيلات العرق كما تعبر الصورة المأساوية هذه فيقوم صاحب الوظيفة بشم إبط المتطوعين طوال اليوم للتأكد من فعالية مزيلات العرق قبل طرحها في الأسواق بعد كل هذا عزيز المشاهد أي وظيفة أعجبت؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟ اشتركوا في القناة